استغل رئيس جبهة النضال الوطني النائب ولي جنبلاط ذكرى مولد كمال جنبلاط لتوجيه سلسلة رسائل باتجاه الداخل والنظام السوري ولاحظ أن ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية من فتن كلامية متنقلة مخيف معربا عن إدانته للكلام التحرضي في صيدة فيما يتعلق بذكرى عشوراء ومشيرا إلى أن السجال حول المحكمة وشهود الزور بين السيد حسن نصر الله والرئيس سعد الحريري في غير محله لا شهود الزور اليوم ليقدموا أو ليؤخروا في مسار المحكمة وهذا أمر أصبح من الماضي ولا الجواب العنيف من قبل الشيخ سعد الحريري على الشيخ سيد حسن مفيد أو مفيد أو إيجابي فلتأخذ المحكمة أبعادها وبنفس الوقت نتفهم تحفظات الحزب حزب الله حول مسار المحكمة والاتهام المسيس الذي صدر والمحكمة هذه المحاكمة الدولية مسارها طويل تأخذ سنوات ما يجري في لبنان وما يجري من حولنا وبالتحديد في سوريا قد يجعل من المحكمة وعذروني إذا استخدمت هذا الكلام قد يجعل من المحكمة أمرا تفصيليا إذا ما دبت الفتنة في لبنان أني غرمصو يتحدث عن أوراق ليزال يملكها لأي درج حزب الله ممكن يكون ورأة أوية بإيد مغرمصو لست أدري لا أعتقد أن حزب الله هو رأس الحرب في المقاومة في المقاومة عن لبنان ونحن بحاجة إلى سلاح الحزب في الخطة الدفاعية للمقاومة للدفاع لبنان كي لا ننسى أن هناك عدوا إسرائيلا أعدوا إسرائيليا لا أعتقد أن الحزب سيتورط في أي نزاعات داخلية ولا يجوز أن يتورط في أي نزاعات داخلية سلاح الحزب للدفاع لبنان لا أكثر ولا أقل وفيما يتعلق بسوريا لفت جملات إلى أن الخلاص لها هو في مبادرة الجامعة العربية ابتدأت في منطقة حمص وغير حمص من قبل عناصر مسلحة غير منضبطة ومن قبل الشبيحة أعمال خطف وقتل وتشنيع مذهبي من الطرفين أو من الأطراف المتعددة لن أسميها وهذا الأمر قد يخرب كل مسار الثورة السلمية السورية نتيجة مع الأسف نتيجة استمرار الحكم السوري في الإمعان في القمع وعدم الاستجابة للنداء أو نداءات المتكررة وآخرها بالأمس نداء الجامعة العربية المبادرة العربية هو المدخل حتى ولو وقد يكون كلامي غير محبوب لدى المعارضة حتى لو اضطر الأمر إلى الوصول إلى حوار بين الحكم السوري بين الحكم السوري نظام السوري والمعارضة لا خلاصة ليس هناك حلا سحريا بأن يسقط النظام كما يقولون ويسلم النظام مقاليد الحكم هناك حوار للوصول إلى الفترة الانتقالية الواضحة ونبه جمبلات من جهة أخرى أهالي جبل العرب من الفتنة البعض منكم تورط في أن يدخل مع قسما من الشبيح نداء إلى جبل العرب بأن لا تنجروا في القتال قتال إخوانكم في حمص أو درعة وهذه من المناطق جمبلات كان وضع زهر على ضريح والده بحضور عقلاته نورة ونجله تيمور وحشد من المشايخ والحزبيين وشارك في المسيرة إلى ضريح كمال جمبلات وزراء ونواب جبهة النضال إلى جانب نواب من اللقاء الديمقراطي في مقدمهم النائب مروان حميدة وكان لافتا السلام الحار بين جمبلات حميدة والدردشة القصيرة التي حصلت بين الرجلين